اشتركوا في القناة 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 نستمر بالقطاع نقطع مطيشة كاملة نضيف مطيشة الفرمجة نضيف مطاق نضيف مطاق نضيف الزيت تقريبا 1-3 اربعات المعالقة اول حاجة كي تحيدو لبعطو التفاوليكم حاولو دائما تديرو فيهم زيت العود و تخليوهم يبردو ماشي تخليوهم يبردو و زيت العود تخليوه حتى الاخير وانما في الول باش ما يلصقوش هذه الطريقة باش ما كتلقوهم مش معجنين و لصقين على بعضياتهم ده باك نخليو لبعطو ديان يبردو 1-10 دقائق كل ربوع ساعة حتى كتحيدنو بديك السخونية بزاف كنضيفو الخضر اللي يعني صفيتهم من ذاك المال بارد كنضيفهم ذاك الشي اللي قطعت و من بعد كنضيف الباط اللي سلقته من بعد ما بردو كما كتشوفو ماشي معجنين القياس ذي الطياب دابا كنضيفتاني واحد شوي دي الملحة على حسب ذاك الخضر ما كتش دينا فيهم الملحة و كذلك على حسب الفرماج و ذاك شي يدرت مهم الفرماج را ما عنديش ان ذاك الفرماج المالحة ذاك شي بش درت الملحة بحرية هنا درت الزعتر او لالوريغانو صراحة ما عارش اكلي الجبل و ما عارش صراحة العشبة كشنو كتتسمى بالعربية مهم مضاق فيها واحد مضاق بحال جيت الزعتر ممكن تديرو في بلاستها الزعتر اوضفت كذلك زيت العود معه الثاني لدوك الخضر و ذاك الشي بش يعني في الول درت الزيت على حسب لبات و دابا درت الزيت على حسب الخضر و ذاك الشي الاخر حيت ما ما كتش ديرا فيهم و كنحرقوه مزيان و كنحصلو على هات النتيجة هذي الرائعة كما كتشوفو معي هذي الوينات صراحة دي الصيف هذا هو الاكل في الصيف دابا اللي الانسان ما كيقدرش يكتعشها ولا ما كيقدرش يأكل شي حاجة تقيلة في العشاء هذي افضل وجبة ممكن الانسان يحضرها فيها كل شي كنوجدوها كنحطوها في التبصيل كما كتشوفو كتجي علها هات الشكل هذا دابا ممكن نغطيوها و ندروها في تلاجة تبرد و نخليوها تقريبا واحد الساعة حتى الساعة ونصف تلاجة كتبرد وبصحة العافية ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله لوصفة دي اليوم تكون الاعجاب تلكم ما تنسوش تديروا لايك و تشتركوا بالقناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد و الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة